عموماً خلينا أيضاً نسمع أراء بعض المسؤولين في ترشيح حافظ المدلج أيضاً الزميلة آمنة طبيشي تعد لنا هذا التقرير أبدت الأوساط الرياضية ميولها لدعم المرشح السعودي حافظ المدلج لمنصب رئاسة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الدكتور حافظ بلا شك يعني شخصية رياضية على مستوى آسيا على مستوى الوطن العربي أكيد بلا شك وبرامجه يعني أنا حسب متابعتي للدكتور حافظ من خلال برنامجه اللي يطرحه في بعتقد بعد دورة الخليج كانت اللواء المحافظة على آسيا أو النهو في آسيا يعني برنامج أنا باعتقادي رؤية كبيرة وأحنا بنعرف يعني أن المملكة العربية السعودية الشقيقة السعودية من الدول العربية والآسيوية اللي لها باع طويل سواء من ناحية الإدارية أو سواء حتى من ناحية الفنية من ناحية المنتخبات أو الفرق السعودية الدكتور حافظ يعني أكيد بلا شك هو الرؤية تبعته رؤية صادقة الرؤية بطرح فيها التوحد آسيا بطرح فيها على أساس النهو في الكرة الأسيوية ويعتبر المدلج من أبرز الوجوه الرياضية والخبرة الواسعة المؤهلة لاستلام رئاسة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أنا بشوف أن وجهة نظر الدكتور ويمكن يوسف سركان هم الأقرب أنه يكون واحد فيهم هو رئيس الاتحاد الأسيوي الشعار مهم جدا أنك تحافظ على آسيا لأنه آسيا مش سهل في كرة القدم آسيا قارة كبيرة بصراحة كرة القدم بدأت تطور في آسيا أكيد لازم نحافظ على آسيا لأنه إذا ما حفظنا على منشآتنا وعلى إنجازاتنا أكيد أنه راح نبعد كل البعد عن الرياضة لكن شعاره جدا ممتاز لكن يا هل ترى أنه راح نكون كلياتنا مع هذا الشعار إن شاء الله نكون كلياتنا بشعار آسيا حفظ المذلج شخصية رياضية يعني معروفة يعني على مستوى آسيا وممكن على مستوى العالم شخصية رياضية كبيرة ونتمنى من الاتحادات العربية والآسيوية أنها تلتف حوله ويتمنى من سمو الأمير أنه يعني يكون الحلقة الوصل بينه بين كافة الأشخاص المترشحين وهم بتنازلوا أو يعني يعملوا زي خلنحكي تقارب وجهات نظر بيطلعوا بآلية أنه يكون شخص واحد يمثل العرب بآسيا فيما يخوض المذلج المنافسة وسط حضور الإماراتي يوسف السركال والبحريني الشيخ سليمان بن إبراهيم الخليفة يشار أن المرشح حافظ المذلج انتخب فترة ثانية عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي قبل سنتين ويملك الخبرة الكافية لدخول هذا المعترك أمنة بيشي، أسعدية رياضية، عمان الزميلة آمنة اللي ما شاء الله اليوم مقصرة معنا في التغطية كاملة لأحداث هذا المؤتمر أبو، أبرو كان خلينا نفتح الحوار مع ضيوف المتواجزين معنا نبدأ مع الأستاذ عادل، أبو فهد تفضل إذا عندك أي سهرة ساك الله مفهرة بركان أولا، خلينا أقول أولا، خلينا أقول له هارد لك أوروبيا وإن شاء الله بارك لك آسيويين إن شاء الله بارك لك آسيويين وهارد لك أوروبيا ولا ودي بركانك تسلم بهذا التقرير لأن التقرير كان يعني اللي يتكلم وذولا ما راح يصوتون عشان كذا أقول لك لا تسلم فيه لأنه أيضاً للقناة لكن أنا يعني ما يقلقني حقيقة يا دكتور حافظ أنت تعرف أني يعرف أنك رجل حصيف وتدرك ويقول لديك القدرة على قراءة ما يدور في تهاليز مثل هذه الانتخابات أو الاجتماعات اللي أنا أتمنى أنه ما نخسر الدكتور حافظ فيه منصبك عضو مكتب تنفيذي ورئيس لجل التسويق هذا اللي أنا الحقيقة يقلقني بشكل كبير أنا أعرف أنك لك صوت ولك قدرة بغض النظر تبوأت منصب الرئاسة أو غيرها أعرف ما شاء الله عليك أنك عندك القدرة أنك تحتوي كثير من الأمور والدليل أيضا لقاءاتك وطربك الصعود للمنصة مع منافسين خلنا نقول وهذه هي الحقيقة أيضا لا نسلم أنه 12 مقعد أو غرب آسيا كلها راح تكون يعني تصويتها بشكل مباشر لأنك تعرف أن التصويت سري هذا اللي أنا أقوله يا بركان وأنا مدرك لكن يهمني ما نخسر الدكتور حافظ المذج في داخل الاتحاد الآسيوي وهذا اللي أنا يعني أفكر فيه هل ضروري أنك لما تقدم لو رأيك تخسر المقاعد اللي الناس كلها تتكلم عنها أو مناصبك بالاتحاد الآسيوي أولا أولا يعني عودا على مباراة أمس حقيقة شفت المباراة وأنا مرتاح جدا لأنه مثل ما يقول أمطري أن ناشئتي ريال مدريد ومانشستر عينين في الرأس وأي واحد منهم يفوز كان بالنسبة لمكسب لكن كان ودي أن الفريقين يكملوا المباراة بكامل اللاعبين ولا يحصل الطرد هذا تبرير الماء لكن هذا موضوع ثاني أنا أتكلم عن الترشيحان أولا أنا بغاكت تطمن مدام أنه كنت ترى أنه أنا إنسان حصيف فبغاكت تطمن أنه أنا لن نخسر أي شيء يعني بمعنى آخر ليس مطلوب من أي مرشح أنه يستقيل من منصبة في المكتب التنفيذي أو حتى بالنسبة ليوسف السركاء المنصبة كناب رئيس إلا قبل الانتخابات بفترة بسيطة وبالتالي في ذاك الوقت رح تتضع الصورة بشكل كبير ولن نقدم على الاستقالة من المكتب التنفيذي ورئاسة لجنة التسويق وغيرها ما لم نكن واثقين مئة في المئة وبنسبة كبيرة جدا من الفوز الأمر الثاني أنه أيضا من ضمن يعني العمل اليوم صدقني أنا أتمنى أنه كنتم موجودين أثناء الاجتماع اليوم السعودية بوجود الأستاذ أحمد عيد ووجودي يعني كان لها صوت ما كان موجود في السابق كانوا في السابق الناس تتكلم عن الترشيح وتتكلم عن المناصب وإحنا فقط دورنا في السعودية نحن ندعم هذا المرشح أو ذاك اليوم السعودية موجودة على المنصة كمرشح للرئاسة هذا إنجاز بحد ذاتها الآن في الأميال الأخيرة إذا رأت السعودية أنه والله المصلحة إذا وجدت السعودية أن المصلحة في أنه ما هي في صالحة فلن تتنازل بدون ما تحصل على مكاسب إضافية يعني أنا أؤكد لك أنه بإذن الله بإذن الله راح يكون مواقع السعودية والسعوديين في الاتحاد الآسيوي بعد الانتخابات أكبر بإذن الله من مناصبهم ومواقعهم قبل الانتخابات تأكد أنه أولاً أنا لا أفكر في نفسي أبداً أفكر في هم سعودي كامل وبالتالي إحنا قاعدين نفتح مجال لأجيال قادمة بعدنا أولاً نية الترشح هذه والوقوف والإعلان الترشح وبهذه الخطوات هذه أنا أعتقد أنه فتح كبير لمن سيأتي بعدنا لأنه لم يسبق أبداً وهذا موضوع قد يستغرب البعض السعودية بطلة آسيا ثلاث مرات وصيفة آسيا ثلاث مرات ممثلة آسيا في كاس العالم أربع مرات أنديتها مسيطرة على أغلب البطولات الآسيوية جماهيرياً إعلامياً تسويقياً اقتصادياً سياسياً دينياً كل شيء السعودية فيه يعني تتبوى مركز كبير جداً في آسيا ومع ذلك لم يسبق لها أن ترشحت حتى لمنصب نائب رئيس وليس رئيس اليوم السعودية تقف على قدم المساواة مع دول أخرى للترشح والناس يلتفتون لو يقولون والله الترشيح السعودي ترشيح قوي وفي احتمالية كبيرة بفوض السعودي أنا أعتقد أنه هذا بحد ذاته مكسب إذا وصلنا للأميال الأخيرة وجدنا أنه والله مصلحتنا ليست في العملان هذا لا يمنع أن نحن نحسب كل خطوة مثل ما قلت بحصافة وبذكاء وبحكمة لكن أنا أريد أن أكد على شيء بإذن الله والله يقدر ما يشاء أنه السعودية بعد 2 مايو سيكون وضع الممثلين السعوديين في الاتحاد الاسيوي وعدد السعوديين الموجودين في الاتحاد الاسيوي وعدد حتى السعوديين الموظفين في الاتحاد الاسيوي سيكون أكثر من عددهم قبل 2 مايو هذا هو الهدف نحن الآن داخلين وبقوة وسنستمر في دخولنا والآن أقولها عبر هذا المنبر السعودية ستنافس مستقبلاً وعلى كافة الأصعدة لا تتوقع أن السعودية كانت في السابق مجرد داعم أنا أعتقد أنه الآن نحن في حقبة زمنية مختلفة بأوضاع مختلفة وبيئة مختلفة ولذلك توقعوا أن السعودية تنافس في 2013 وتنافس في 2015 وتنافس في مواقع كثيرة وسنجد إن شاء الله شباب سعوديين اليوم فتحنا لهم الباب اليوم قلنا لهم أن هذا الأمر محتمل لكن سيدخل من هذا الباب من هو أقدر وأكفى بإذن الله وأكثر شباب وحيوية يعني نحن نبغى ناس يعني اليوم سعيد أنه حزن الذوادي في الثلاثينات صحيح ويدخل بقوة لهذا مركز أحنا عندنا شباب سعوديين في الثلاثينات راح يدخلون للمنافسة في المستقبل بإذن الله في بعض الأسماء الآن دكتور متواجدة أنا أقولها وأنا صادق وأنا أعرف أن الناس يعرفون الصادق من كلامهم من أبرد صوته أنه أحنا قاعدين نفتح باب لمن يأتي بعدنا جميل خلينا أيضا ننتقل لأبو عبد العزيز إذا عندك أي استفسار بس لا يكون باللغة الإنجليزية أبو عبد العزيز أولا خلينا نمس على الدكتور حافظ أبراكان ونقول له حقيقة يمكن إحنا كلنا كلنا كسعوديين أكيد أكيد بالتأكيد وراك لأنك أنت حقيقة شوف خلينا نتكلم بصراحة أنت رجل ذكي متمرس لك نجاحات كبيرة وإن كانت النجاحات جات في متأخرة صراحة يا دكتور أنا أقول لكن في النهاية إحنا نقول الدكتور حافظ المجلج رجل متمرس في آسيا بالذات تحديدا له نجاحات كبيرة يمكن يمكن خلينا أقول بصراحة المسألة ما هي مسألة أنك أنت قاعد تضمن مقاعد الموجودين هناك في غرب آسيا لأنه حتى اللي في غرب آسيا يا دكتور والمشاهدين والأخوة الموجودين ممكن يكون مهم معاك ممكن يرشح التايلندي لأنه تعالف في بعض الدول في غرب آسيا لا يمكن أن نترشح من الدول الخليجية هذه أمور أنت حصافتك وذكاك معروف أنك أنت ستكون تعالجة نحن عارفين أنه المرشح التايلندي جامع أصوات كل دول اليسيان وبالتالي له كمان في الدول في شرق آسيا له أصوات عديدة وأنا متأكد أنه فيها أصوات في غرب آسيا ستدعم الصوت التايلندي أنا أقول نحن نتمنى الدكتور حافظة المدرج أنا شخصيا أتمنىك لأنك أنت بصراحة رجل ذكي حصيف متمرس لك نجاحات في يعني في الاتحاد الآسوي والهم من هذا كله أنك أنت رجل سعودي عايشت الكرة السعودية وتعرف كثير من من دواخل الكرة السعودية عشان كده أنا أقول لو أنه الدكتور حافظة المدرج نجح آسويا وترشح في هذا المنصب وهذا ما نتمنىه جميعا أنا أقول إن شاء الله بإذن الله بهذا المنصب ستعود الكرة السعودية كبطل لقارة آسيا وهذا ما نتمنىه جميعا إن شاء الله بإذن الله هذا أبسط حقوقنا أبرة كان عندك أي تعليق أنا أولا أن أشكر أبو عبد العزيز وهي شهادة اعتزبة من رجل خبير ومخضرم ويعرف يعني أسرار الكرة السعودية وأنا أسمعه دائما يدافع حتى في القنوات الأخرى وحينما يكون الحديث عن السعودية يكون له الصوت الأعلى في الدفاع عن السعودية والتأكيد على مكانتها كقمة على الكرة الآسيوية أنا يعني ما أقدر أقول أكثر منه أنتم غمرتوني بفضلكم وبدعمكم ورد الجميل بأنه يعني أنا ضحي بنفسي وضحي بوقتي وضحي حتى بأي أن كان مناصب موجودة إذا كان هذا في مصلحة البلد ومصلحة الشباب القادم صحيح في المستقبل تأكدوا أنه بيجي يوم وتذكرون الكلام اللي يقولها بيجي اليوم اللي يكون فيه سعودي يعني ينافس على منصب رئيس الاتحاد دولي فيفا وما فيه شيء أنا أعتقد أنه سويسرا ليست دولة عريقة في كرة القدم ولكن رئيس الاتحاد الدولي الفيفا سويسري السعودية قادرة على أن تنافس على أي مكان إذا وتيحت الفرصة للشباب وتم إعدادهم بشكل جيد نحن عندنا الآن مجموعة من الشباب تسعة في الاتحاد الآسيوي لدينا خمسة سأصبحوا ستة في الاتحاد الدولي عندنا نية بإذن الله لزيادة عدد السعوديين في الاتحاد الآسيوي وزيادة عددهم في الاتحاد الدولي سنسعى جاهدين إلى أن يكون عندنا شباب سعودي يشارك في اللجان الداخلية في الفيفا حتى في تنظيم كاسر عالم وكاسر قارات قدر المستطاع نريد أن نفتح الأبواب للشباب السعودي في كل مكان إذا صقلنا مجموعة من شبابنا بالإمكان نحن نقول على المدى الطويل راح يكون للسعودية دورها الفاعل خارج الملعب وأنا أيد الكلام عجبتني الكلام اللي قالها أبو فهد قبل شوي عاد للبطي أنه السعودية قد تكون مبدعة داخل الملعب ولكنها في الآونة الأخيرة ما هي قاعدة تمارس الدور اللي مفروض تمارسها خارج الملعب ولذلك حين نقول سيكون للسعودية خارج ملعب بقيادات يعني يلتفت لها الإنسان ويشار لها بالبنان ويقال بأنه هذا السعودي منافس قوي على رئيسة الفيفا وهذا السعودي منافس قوي على الاتحاد الأسيا وهذا السعودي عمل تأثير وعمل فارق كبير في لدنة المسابقات في الاتحاد الأسيا والاتحاد الدولي وسنة رضاك قريبة بإذن الله أنا نسام متفائل وأتمنى من الجميع أن يتفائل معي ودعمكم نسام على يعني الصدر وتاج على الرأس وإن شاء الله ربي ما يخيبكم ولا يخيب أمل السعودية وكل ما نحتاج منكم دعواتكم ووقفتكم الصادقة بإذن الله بإذن الله كلنا ثقة فيك دكتور حافظ نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المرحلة القادمة بس صغير أنا أقول لدكتور حافظ لو المسألة قدرات الانتخابات لا تفرزيسة بالضرورة تفرز الأفضل ولا إذا كان أنا أقول لك بكل صراحة القدرة لدى الدكتور حافظ بدون شك لكن أيضا في لعب غير القدرة وغير الإقناع بالنسبة للدكتور حافظ أتمنى أني يعني أنت عندك ثقة بوفاة في الدكتور حافظ أن الأمر هذه مش راح تغيب عن باله أبدا ورح إن شاء الله يعني يلعبها زي ما يلعبها غير أي وأبغا يمارس اللعبة ما يعتمد بس على قدرات إلا أننا واثقين لو على الأفضل يبي أخذها الدكتور أنا عارف الدكتور بيقول لك لا توصيح أبغا يمارس الشيء اللي خلف الكاميرا عموما دكتور نحن أيضا في الرياضية السعودية نتمنى لك كل التوفيق توجيهاتنا من مدير عام القنوات الرياضية السعودية الدكتور محمد بريال الوقوف معك قلبا وقالبا ليس فقط نحن في القناة كذلك الزملاء الإعلاميين أيضا في تويتر تمشى أكثر من هاشتاك كلها دعم لي حافظ المدج كل التوفيق بإذن الله بإذن الله رح نحتفل فيك هنا في الرياضية السعودية عبر برنامج الملعب في اللقاب بلاسه وشكر لك دكتور الشكر لكم والحقيقة دعم القناة الرياضية هو مستغرب وأنا الحية ومرتني بفضلكم لما كنت في الرياض قبل يومين وفي المطار وجدت الرياضية السعودية قدامي وجدتهم في الفندق والآن لتقديرا لكم طلعت والله الجو ترى بارد جدا وما عملت حسابي بمثياب شتوية ولكن لعيونكم الواحي يتحمل البرد وإن شاء الله نراكم بإذن الله في كل مكان وبإذن الله يعني القادم أفضل للرياضة السعودية القادم أفضل للكوادر السعودية الشابة ويعني الآن التوجه السعودي هو توجه نحو المنافسة على المناصب القيادية في كل الاتحادات القارية والعالمية ليس فقط في كرة القدم راح ننافس إن شاء الله في اتحادات أخرى صدقوني السعودية الآن انتهجت منهج جديد ولذلك مثل ما أنه فيه اتحادات شقيقة ودول شقيقة جنبنا صحيح عندهم عشرة أو تسعة رؤسات اتحادات هاسيوية ما يمنع أن السعودية بإمكاناتها وقدراتها وبمكانتها أن يكون عندها رؤسات اتحادات هاسيوية في القدم وفي غير القدم بإذن الله بإذن الله شكرا لك مرة أخرى كل التوفيق لك دكتور حافظ نعم نعم أبو فهد عندك أي تعليق أخير حابي نقف الموضوع وننتقل أنا أتمنى من الدكتور التوفيق إن شاء الله وإن شاء الله زي ما قال كل الكلام جميل وإن شاء الله نتبوأ مناصب كثيرة سواء افتحاد لأسيوية القدم أو غير نعم نعم لازم ناخر مكاننا أبو عبد العزيز عندك أي تعليق أول شيء لا تخاف على الدكتور حافظ ترى الدكتور حافظ ذكي وعارف لعبة الانتخابات وعارف كل شيء أنا متأكد تراماً أنه عنده الفكرة كاملة عن لعبة المانتخابات خصوصاً لأنه هو حقيقة متمرس في آسيا كثير وآسيا طيماً فيها الانتخابات لعبة كثيرة لألعاب كثيرة بالنسبة للمسوطين لكن في شيء نقطة مهمة أنا أقول يعني يمكن الدكتور حافظ عنده أفكار أنا أقول عنده أفكار جديدة وأفكار قيمة ولكن لم تنفذ في الكرة السعودية يمكن يكون هناك ظروف لم تساعد الدكتور تحافظ أنه ينفذ الأفكار نعم ولكن أنا أقول إن شاء الله في آسيا الأفكار هذه يستطيع أن يعلن عنها ومن ثم ينفذها وإن شاء الله بإذن الله يكون رئيساً للاتحاد الآسيوي وهو يستحق وزي ما تفضل أبو فهد هو الأقدر والأكفى لهذا المنصب محترامي وتقديلي لكل المسؤولين ولكن في النهاية يجب أن يحذر 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 لأنه هناك لعبة كبيرة في الانتخابات والدكتور حافظ أظنه ما يخفى عليه هذا الأمر وهو يعرف لعبة الانتخابات في آسيا تحديداً الله يفق الدكتور بإذن الله هذا كل ما لدينا عن الحديث من قلب الحداث من الأردن تواجد معنا الدكتور حافظ المدج للحديث بحديث خاص للرياضية السعودية عن ما دار في هذا الاجتماع متابعنا لك